الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ضيفنا العزيز الدكتور عبد السميع محمد الأنيس أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد نحن اليوم في هذه المؤسسة على أرض شارقة العلم والثقافة والتراث عاصمة الكتاب نقترح عليكم موضوعة دور المرأة في أسانيد الحديث ومتون الفقه وتأتي هذه الطاولة لمناقشة هذا الموضوع القيم في ضمن المحاور التالية أولا ذكر حث وتشجيع الإسلام على طلب العلم والتفقه في الدين لكل الجنسين ثانيا ذكر كثرة العالمات والمحدثات والفقيهات في البلاد الإسلامية ومظاهر كثرتهم ثالثا ذكر دور الصحابيات في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة رابعا ذكر عدد الصحابيات التي شاركنا في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة خامسا عرض أسماء وتراجم أبرز مسندات ابتداء من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الخامس عشر الهجري سادسا عرض نموذجين للمرأة الفقيهة سابعا ذكر أهم المصنفات التي اهتمت وعنت بتراجم النساء العالمات ثامنا وأخيرا إبرازون ماذج من رواية النساء للحديث الشريف وعلوي أسانيدهن فيه وسيتولى المحاضرة في هذه الطاولة الدكتور عبد السميع محمد الأنيس وأستاذ مشارك في قسم أصول الدين بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة عالم ضليع في علم الحديث ونشاطه في هذا المجال مشهود وختاما أجدد الترحيب بكم ضيوفا وحضورا فمرحبا بكم في رحاب المعرفة والعلم والآن مع المحاضرة فليتفضل الدكتور عبد السميع الأنيس مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه وبعد نشكر أولا إدارة المنتدى على تنظيم هذه المحاضرات العلمية التي لها نفع عظيم سواء كان في العلم أو في التعليم أو في التربية وما إلى ذلك ومحاضرتنا في هذا اليوم وفي هذه الليلة المباركة وفي هذه الأمسية السعيدة عن دور المرأة في أسانيد الحديث ومتون الفقه كان للمرأة المسلمة جهودٌ عظيمة مباركة في خدمة الحديث النبوي الشريف وتعدُّ مفخرةً من مفاخر المسلمين وهذه المحاضرة هي محاولةٌ لإبراز هذا الجانب الحضاري العلمي الذي يتميَّزون به عن الأمم وهي أيضاً تذكير الأمة بجهود المرأة وسنعرض نماذج مشرقة من تاريخها لعلَّ ذلك يُحرِّكُ المرأة المعاصرة لتعود إلى السنة النبوية متعلمةً ومعلمةً للنهوض بهذا الدور لقد كُتِب عن المرأة كُتُبٌ كثيرة وأُفرِد الشواعِر منهنَّ بكُتُب ولكن مما يُؤسَف له أنه لم تُفرَد المُحدِّثات اللواتي خدمنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب وقد أحصى صاحبُ كتاب أعلام النساء قُرابة ثلاثة آلاف من فضليات النساء في أربعة عشر قرنًا من تاريخ الأمة وعددُ وعدَّة المُحدِّثات منهن خمسٌ وسبعمائة ولكن هذا الرقم أقل بكثير من واقع الحال كما سيأتي من خلال بعض الإحصائيات التي قُمتُ بها ويكفِ أن نعلم أن عدد الصحابيات ممن أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحُفِظت أسماؤهن ما يقرب من ألف وخمسمائة وخمسين امرأةً كما جاء ذلك في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر رحمه الله وقد بلغ عدد من لهن رواية في الكتب الستة وهي صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنساء وابن ماجا وهي أهم كتب الحديث النبوي الشريف بلغوا عدد الراويات المُحدِّثات ثلاثمائة امرأة كما جاء في تقريب التهذيب لابن حجر ويكفي النساء المُشتغلات بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفاً شهادة الإمام الحافظ الذهبي المشهود له بسعة الاطلاع في الحديث النبوي الشريف وعلومه ونقلها عنه أيضاً أحد المُحدِّثين الكبار وهو صفت ابن العجمي في كتابه الكشف الحثيث عماً نروي بوضع الحديث مُقِرَّ يقول الإمام الذهبي ما علمت في النساء من اتُهمت ولا من تركوها ما معنى هذه الجملة نحن نعلم أنه في تاريخنا حصل هناك بعض الذين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسموا في التاريخ باسم الوضعين الذين وضعوا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قام العلماء بكتابة أسمائهم في كتاب ولكن الحافظ الذهبي رحمه الله يقول لم تُسجَّل في هذه القائم السوداء ولم رأةً واحدة ممن وضعت الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا شرفٌ ما بعده شرف نالته المرأة المسلمة في تاريخنا الإسلامي من المدهش حقًا أيضًا في تاريخ المرأة وخدمتها للحديث النبوي الشريف أن العلماء قد دوَّنوا كل ما يتعلَّق بروايتها للحديث النبوي الشريف وعن من أخذت وأين أخذت ومن روى عنها بتفصيلًا عزَّ مثيله بل نمتلك وثائق خطيَّة لكثيرًا من التفاصيل والتي سنعرض عنها سنعرضها عليكم إن شاء الله خلال المحاضرة في هذه المحاضرة إن شاء الله سنتناول خدمة المرأة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المنشأ والتطور والإزدهار والركود وسأجعل ذلك في نقاط وهي في عشر نقاط أولًا نبدأ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعندما ندرس ما جاء عن الصحابيات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فنجد أنه قد تلقَّى عن النبي عليه الصلاة والسلام الرجال كما تلقَّى عنه النساء يدلُّ على ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالت جاءت امرأةٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علَّمك الله فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلَّمهن مما علَّمه الله وما جاء عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظنَّ أنه لم يُسمع أنه لم يُسمع يعني لما وعظ الناس ظن أن النساء لم تسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تُلقي القرطة والخاتم يعني ما معها النبي عليه وسلم أمر بالصدقة فبدأت المرأة تنزع ما عندها من ذهب وتعطيها لبلال صدقةً وطاعةً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبلالٌ يأخذ في طرف ثوبه وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين فكانت المرأة الأنصارية تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله عن أدق المسائل وتُسند عنه الحديث وتروي عنه صلى الله عليه وسلم ما يُحدِّث به عليه الصلاة والسلام وتُعدُّ أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من أبرز المُحدِّثات التي أسندت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الإمام الحاكم النيسابوري إن رُبع الشريعة قد نُقِل عنها نقلت حديثًا كثيرًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تستدرك على الرجال وقد ألَّف العلماء في ذلك ثلاثة كتب منها الإجابة لما استدركته السيدة عائشة على الصحابة كتابٌ عظيم مطبوع وفيه علم السيدة عائشة وكيف كانت تستدرك على الرجال فيما يتعلَّق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا كان الإمام التابع الجليل الإمام الزهري يقول لو جُمِع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل كانت عالم عظيمة ومن هنا يتبين لنا الحكمة من أن نبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوَّجها لأسبابٍ من هذه الأسباب أنها شابة وحافظة فحفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا من حديثه عليه الصلاة والسلام ويخفي أن نعلم أن عدد الأحاديث التي روتها عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال مُسند الإمام أحمد فقط من خلال كتاب واحد وأنا قمت بهذه الإحصائية فبلغ عدد الأحاديث ألفين وأربعمائة حديث توفيت رضي الله عنها سنة ثمانٍ وخمسين ودُفِنت في البقيع رضي الله تعالى عنها وأرضاها ورضي الله تعالى عن كل الصحابيات ممن أخذنا الحديثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغنه ومن أراد أن يطلع على هذه الأحاديث فقد سجلها كما قلت الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وقد طُبع في خمس مجلدات خمس المجلدات الأخيرة من مسند الإمام أحمد كلها فيها أحاديث الصحابيات ولسيما أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم ننتقد إلى عصر التابعين ومن المسندات في عصر التابعين المحدثات عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية وقد أكثرت عن السيدة عائشة وكانت من طلابها قال ابن المديني عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة الأثبات فيها وقال ابن حبان كانت من أعلم الناس بحديث عائشة وقال الذهب كانت عالم فقيها حجة كثيرة العلم وحديثها كثير في دواوين الإسلام توفيت سنة ثمانٍ وتسعين من الهجرة النبوية ننتقل إلى النقطة الثالثة المحدثات في القرن الثالث الهجري من المسندات المحدثات في هذا القرن السيدة المكرمة الصالحة نفيسة بنت الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهم تحولت من المدينة إلى مصر مع زوجها الشريف إسحاق بن جعفر ابن محمد الصادق وقد كانت من الصالحات وممن روى عنها الحديث الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه ومن المحدثات في هذا القرن خديجة أم محمد كانت تذهب إلى بيت الإمام أحمد بن حنبل وتسمع منه وحدث عنها الناس قال ابن الإمام أحمد قال كانت تجيء إلى أبي تسمع منه الحديث ويحدثها ثم بعد ذلك روت للنساء من بعد الإمام أحمد بن حنبل ننتقل إلى النقطة الرابعة إلى القرن الرابع الهجري من أبرز المسندات المحدثات في هذا القرن عالم جليلة تسمى أمة الواحد بنت القاضي أبي عبد الله الحسين المحاملي حدثت عن أبيها وغيره وكانت ذكر في ترجمتها قال كانت فاضلة عالمة من أحفظ الناس للفقه على مذهب الشافعي إذن كانت محدثة وكانت فقيها وكانت تفتي مع أبي علي ابن أبي هريرة هذا الإمام أبو علي ابن أبي هريرة من كبار المفتين ومن كبار الفقهاء في مذهب الإمام الشافعي هذه المرأة كانت تفتي معه كانت مرأة فقيها عالمة عظيمة وقد حفظت القرآن والفقه على مذهب الشافعي وحفظت الفرائض وكانت تعرف الحساب والنحو وغير ذلك من العلوم وكانت فاضلة في نفسها كثيرة الصدقة مسارعة في الخيرات حدثت وكتب عنها الحديث وتوفيت سنت سبع وسبعين وثلاثمائة من الهجرة ننتقل إلى القرن الخامس من أبرز المسندات في هذا القرن الشيخة مسندات كثيرات جداً لكن أنا سأأتي بمثال واحد لأن الوقت لا يتسع من أبرز المحدثات في القرن الخامس الهجري الشيخة العالمة الفاضلة المسندة أم الكرام كريمة بنت أحمد المروزية المجاورة لحرم الله ذهبت إلى مكة أصلها من خراسان وأقامت في بغداد فترة ثم ذهبت وأقامت في مكة المكرمة وسمعت من أبي الهيثم الكسميهني صحيح البخاري من أوله إلى آخره وكانت إذا روت قابلت بأصلها يعني محدثة عظيمة كانت إذا روت لها كتاب أصل وكل من يريد أن يروي عنها لا بد أن يرجع للكتاب روت صحيح البخاري مرات كثيرة بقراءة أبي بكر الخطيب في أيام الموسم وماتت بكراً لم تتزوج يعني الإمام الخطيب البغدادي صاحب التاريخ عندما ذهب إلى الحج قرأ عليها صحيح البخاري في خمسة أيام علماً على كريمة المروزية واليوم كل أسانيد العلماء في الحديث النبوي الشريف يرجع إلى هذه كريمة المروزية رضي الله تعالى عنها يحكي لنا تلميذها أبو الغناء من نرسي قال أخرجت كريمة إلي نسخة بالصحيح صحيح البخاري فقعدت بحذائها وكتبت سبع أوراق وقرأتها وكنت أريد أن أعارض وحدي يعني المعارضة يعني مقابلة ما كتب على أصل النسخة فقالت لا حتى تعارض معي فعارضت معها وكان الإمام السمعاني أبو بكر بن منصور السمعاني يقول سمعت الوالد يذكر كريمة ويقول وهرأ إنسان مثل كريمة أي في علمها ودينها وخلقها رضي الله تعالى عنها توفيت سنة ثلاث وستين وأربعمائة وقد بلغت المئة ويلاحظ أن من خلال قراءتي للمحدثات في تاريخنا أن الله تبارك وتعالى قد بارك في أعمارهن فعدد كبير جدا نجد أنه قد تجاوز التسعين وقد تجاوز المئة وهكذا وقد كتب الله لروايتها هي هذه تسمى في كتب الحديث رواية كريمة كتب الله لروايتها الانتشار في أسانيد الحديث النبوي الشريف في العالم الإسلامي عبر التاريخ ومما رواها الحافظ غنحجر يعني بعد ما يقارب من أربعمائة سنة وأكثر الإمام الحافظ بن حجر يروي بالسند عن شيخٍ عن شيخٍ عن شيخٍ إلى الكريمة إلى الشيخة الكريمة رضوان الله تعالى عليها وسندها موجود أمامكم يقول الحافظ بن حجر أخبرنا بطريق وسند كريمة الحافظ العراقي وثم يروي بإسناده إلى كريمة إلى شيخها أبي الهيثم الكشميهني يقول أنبأنا الفرابري أنبأنا البخاري فيكون بينها وبين الإمام البخاري كم راوي إثنان فقط الإمام الكشميهني والفرابري ثم البخاري يعني بينها وبين الإمام البخاري نجد راويين فقط ننتقل إلى القرن السادس وقد يكون من المدهش إذا علمنا أن رجلاً واحداً في القرن السادس الهجري هو الحافظ المؤرخ بن عساكر الدمشقي تلقى العلم عن أكثر من ثمانين امرأة في العالم الإسلامي فضلاً عن شيوخه الرجال وواحدةٌ من هؤلاء من اللواتي تلقى عنهن الحديث ابن عساكر مسنية العراق العالمة المحدثة شهدة هكذا اسمها شهدة بنت أحمد الكاتبة التي توفيت سنة أربعين وسبعين وخمسمائة قرأ عليها أئمة الحديث من بلاد شتى وظل تلميذها وهم مئات ينشرون العلم بعدها ثمانية وسبعين عاماً قال الشيخ الموفق ابن قدام المقدسي صاحب كتاب المغني في الفقه الحنبلي قال إليها انتهى إليها إسناد بغداد وعمرت حتى ألحقت الصغار بالكبار أيضاً ما شاء الله يعني كتب الله لها العمر الطويل وكانت تكتب خطاً جيداً وكانت يعني بارعة في الخط جداً بحيث كانت يعني لقبت بشهدة الكاتبة رضي الله تعالى عنها ومن أبرز المسندات في هذا القرن في القرن السادس المعمرة أيضاً المعمرة يعني التي عاشت عمراً طويلاً الصالحة مسندة الوقت فاطمة بنت عبد الله الجوزة دانية الأصبهانية من مدينة أصفهان آخر من روى في الدنيا عن إبن ريزة وهي مكثرة عنه ومن من أخذ عنها عفيفة بنت أحمد وقال الذهبي قلت سمعت المعجمين الكبير والصغير للطبراني من إبن ريزة المعجم الطبراني الكبير الآن في عشرات المجلدات وكذلك المعجم الصغير اليوم ما في إسناد في الدنيا لأهل الحديث عندما يرون المعجم الطبراني الكبير والصغير لا بد أن يرجع إسناد الأحاديث إلى هذه المحدثة المباركة فاطمة نعم فهي هذه يعني تروي عن إبن ريزة وإبن ريزة يروي عن الإمام الطبراني وقد من الله تبارك وتعالى علي فأنا أروي المعجمين معجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الصغير بإسنادي إلى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو قد أخذ عن المسند محمد بن مقبل الحلبي وهو عن الصلاح بن أبي عمر عن الفخر بن البخاري عن عفيفة بنت أحمد الفارفانية عن فاطمة بنت عبد الله الجزدانية عن إبن ريزة الأصفهاني عن مؤلفه الإمام الطبراني ننتقل إلى القرن السابع وعدد النساء المشتغلات بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القرن كبير جدا لسيما إذا علمنا بأن مؤرخ بغداد بن النجار قرأ بنفسي على المشايا كثيرا حتى حصل نحو يعني روى عن ما يقارب من ثلاثة آلاف شيخ أخذ العلم من ذلك نحو من أربعمائة امرأة يعني كان يروي الحديث عن أربعمائة امرأة وقد بلغ عدد النساء الدمشقيات فقط المشتغلات بالحديث فقط ما يقرب من مئة وسبعة وثلاثين امرأة ومن أبرز المسندات في هذا القرن المسندة المحدثة زينب بن تمكي الحراني الصالحية يعني هذه منطقة في دمشق تسمى الصالحية كانت تعيش هناك في دمشق حنبلية توفيت سنة ثمانين وثمانين وستمائة كانت من النساء العابدات المتعففات صاحبة أوراد ونوافل وأذكار وتلاوة وخشية واستغفار رضي الله عنها سمعت من محدث كبير اسمه حنبل بن عبد الله الرصافي سمعت منه مسند الإمام أحمد بن حنبل من أوله إلى آخره ومطبوع هذا المسند الآن في خمسين مجلد في طبعته المعاصرة وسمعت أيضاً سنن أبي داود من أوله إلى آخره وجامع الترمذي وأخذت من محدث أيضاً اسمها ست الكتبة ولها أيضاً شيوخ كثيرون هذه المرأة المحدثة زينب بن تمكي بقيت تحدث في دمشق نيفٍ وستين سنة يعني أكثر من ستين سنة وهي في دمشق تحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً طال عمرها فقد عاشت أربعًا وتسعين سنة قال الذهبي وكانت أسند من بقي من النساء في الدنيا يعني لا يوجد أعلى من إسنادها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وقد أخذ عنها الحفاظ منهم الإمام البرزالي والدمياطي والحارثي والذهبي والمزي وأيضاً هذه المرأة العظيمة حسبكم أن تعرفوا قدرها أن واحداً من تلاميذها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية تلقى عنها العلم والآن عندي نموذج هذا الآن يسموه سماعات لو تنظرون إلى الشاشة الإمام الحافظ ابن تيمية كان له من العمر تصصاع السنة وهو في دمشق روى عنها كتاباً وعندما انتهوا من قراءة هذا الكتاب يسمى الخامس من أمال الخطيب البغدادي وعندما انتهوا من قراءة هذا الكتاب كتبوا أسماء الذين قرأوا هذا الكتاب ومن كتب هذا السماع هو الإمام المزي وكان حاضراً شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا الآن ما ترونه أمامكم بخط قديم هذا نحن نمتلك وثيقة تاريخية من سنة 619 من سنة 680 680 إلى 720 إلى الآن 1438 ما يقرب من سبعمائة وخمسين سنة هذه وثيقة نمتلكها ما زالت موجودة عمرها سبعمائة سبعمائة وأكثر من خمسين سنة ومسجل فيها ما يلي سمع هذا الجزء الخامس من أمال الخطيب البغدادي على أم أحمد زينب بنت مكي الحراني هذه الشيخة المباركة وهي ترويه عن شيخة ابن تبرزد بقراءة صفي الدين محمود بن أبي بكر الأرموي وسمعه تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الذي لقب فيما بعد بشيخ الإسلام وكاتب هذا السماع الموجود أمامكم هو يوسف بن الزكي المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال الذي أصبح من أكبر علماء الحديث في العالم الإسلامي كله وله كتاب تهذيب الكمال أيضاً طبع في مجلات كبيرة انظروا إذن هذا السماع سجل بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية وكما قلت عمره أكثر من سبعمائة سنة وهذا لا يوجد غير المسلمين لا يوجد مثل هذا الذي نقول عند المسلمين وثيقة تاريخية عمرها سبعمائة سنة ما زلنا نحتفظ بها فهذا مفخرة ما بعدها مفخرة قلت ومدار رواية مصد أحمد في الدنيا اليوم عليها يعني اليوم أنا الآن أضرب لكم مثالاً مصد الإمام أحمد أنا أرويه أيضاً بالسند لكن هذا السند الآن أروي بسندي إلى الإمام عبدالله بن سالم البصري عن المحدث محمد البابلي عن الزيادة عن الرملي عن الإمام السخاوي عن العز عبد الرحيم الحنفي عن أبي العباس أحمد محمد الجوخي عن زينب بنت مكي الحرانية عن حنبل الرصافي عن هبة الله الشيباني عن الحسن بن علي التميمي عن أحمد بن جعف القطيعي عن عبدالله بن أحمد بن حنبل عن الإمام أحمد إذاً مصند الإمام أحمد في الدنيا اليوم السانيد الدنيا في العالم الإسلامي لابد أن يمروا من طريق زينب بنت مكي الحرانية رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي خدمت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طويلة في دمشق ننتقل إلى القرن الثامن هذا القرن من القرون الحافلة بالمحدثات وكان للمرأة أثر عظيم في رواية الحديث النبوي تحملاً وأداء وقد ترجم الحافظ بن حجر في كتابه الدورة الكامنة في أعيان المئة الثامنة لنحو مئة وتسعين امرأة من المحدثات كان لنحو مئة وسبعين منهم اشتغال بالحديث النبوي الشريف وأيضاً هناك كتاب اسمه عالمات أعلام النساء الدمشقيات أيضاً أنا قمت بإحصائية للمشتغلات بالحديث النبوي الشريف فبلغ العدد في القرن الثامن الهجري فقط في دمشق بلغ العدد ما يقرب من ثلاثين ومئتين امرأة من كبار المحدثات من أبرز المسندات في هذا القرن أيضاً نقف عند امرأة عظيمة هي المسندة المعمرة أيضاً عاشت عمر طويل ست الوزراء وزيرة بنت عمر التنوخية الدمشقية الحنبلية التي عاشت أكثر من تسعين عاماً وتوفيت في سنة ستة عشرة وسبعمائة وقد وصفت بأنها شيخة دينة متزهدة هي حسنة الأخلاق روىت الكثير وقد حدثت بصحيح البخاري أكثر من عشر مرات الآن من يقرأ صحيح البخاري؟ هي روىت صحيح البخاري أكثر من عشر مرات كانت مسندة عصرها وقد طُلبت من دمشق إلى مصر هذه أيضاً تُعدُّ من المفاخر عمروها تسعون سنة طلبها ومصر كانت مصر فيها كبار العلماء طُلبت من دمشق إلى مصر وقد تعدت التسعين من العمر لتُحدِّث بصحيح البخاري هي والإمام أحمد بن أبي طالب الحجار فقُرِئ عليها صحيح البخاري في القاهرة خمس مرات المرة الأولى عند نائب السلطة كان نائب رئيس الدولة هو الذي أرسل بطلبها وقُرِئ صحيح البخاري في مجلسه مرةً والثاني عند وكيل السلطان والثالث في المدرسة المنصورية وقد حضر في هذه المرة جمعٌ كبير يزيدون على ألفين نفس من كبار علماء القاهرة أنا ذاك وكانت القاهرة يعني مملُؤة مليئة بالمُحدِّثين والعُلماء يجلس أمام المُحدِّثة ستة الوزراء وزيرة أكثر من ألفين نفس عالم ثم بعد أن انتهوا عادا إلى دمشق وقد روى عنها كبار المُحدِّثين في مصر والشام منهم الذهبي وابنه أبو هريرة والبرزالي والصفدي وغيرهم قلت وهي آخر من روى صحيح البخاري عن الإمام الزبيدي بالسماع في العالم يعني الإمام الزبيدي أيضًا أُتي به إلى دمشق سنة ستمائة وثلاثين فقُرِئ عليه صحيح البخاري وكان ممن حضر عنده في الدرس صحيح البخاري هذه المرأة ست الوزراء فبقيت تروي الحديث أكثر من تسعين سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها والنُسخة التي نُسخة البخاري التي حدَّثت بها السيدة وزيرة ما زلنا نحتفظ بها وأنا الآن أمامي هذه النُسخة المخطوطة وأعرض لكم صورتها على الشاشة كتاب الجامع الصحيح هذه طبعًا صورة مُصورة هذه عمرها أكثر من سبعمائة سنة وهذه النُسخة مُصورة عن هذه النُسخة المخطوطة من إسطنبول صورناها من إسطنبول هذه النُسخة صحيح البخاري التي قرأتها ست الوزراء في القاهرة قبل ما يقرب من سبعمائة سنة عندنا صورة منها إلى اليوم نحتفظ بها وهي من أضبة النُسخ وما زالت إلى اليوم هذه النُسخة التي عمرها أكثر من سبعمائة سنة ما زلنا ما زال العلماء يقولون أنها هي أصح وأعظم نُسخةٍ لصحيح البخاري في تاريخ الإسلام كله هي هذه النُسخة انظروا الآن هي هذه صورتها يقول كُتِب فيها كتاب الجامع الصحيح المُختَصَر المُسْنَد من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه جمع الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رواية أبي عبد الله الفربري روء عنه عنه السرخصي عنه الداوودي عنه السجزي عنه الزبيدي هذا الذي جاء إلى دمشق وعن الزبيدي يرويه اليونيني وأبي العباس أحمد بن طالب بن أبي طالب الحجار الصالحي وست الوزراء أم محمد وزيره التنوخي سُجِّلت اسم هذه المرأة العظيمة على أعظم نُسخةٍ من نُسخ البخاري في تاريخنا كله وهذا اسمها موجود الآن على هذه النُسخة التي تُعد نُسخة خزائنية ما معنى خزائنية؟ أي نُسخة ملكية كانت يعني عند المُلوك وسُجِّلت وذُهِّبت بطريقةٍ عجيبة جداً ومن أراد أن ينظر إلى هذه النُسخة موجودة أنا عندي نُسخة مصورة عنها ننتقل إلى القرن التاسع هناك أيضاً في أمثلة لكن سنختصر المُسندات في القرن التاسع كثيرة جداً وقد أحصل حافظ السخاوي في الضوء اللامع على أهل القرن التاسع أكثر من ألف ترجمة كلهن من أهل الحديث وقد بلغ عدد النساء الدمشقيات في هذا القرن فقط ما يقرب من خمسين امرأة وهكذا رأينا أن النهضة الحديثية التي كانت في القرن الثامن للنساء في دمشق نجدها قد انتقلت إلى القاهرة ويبدو ببركة هذه المرأة الصالحة ستة الوزراء فقد أخذ عنها الرجال كما قد أخذ عنها النساء أيضاً وبالتالي القرن التاسع يعني قد فيه نساء كثيرات من المُحدِّثات من أبرز المُحدِّثات في هذا القرن المُسندة المُحدِّثة فاطمة بنت مُحمد المقدسية الصالحية الحنبلية هذه أصلها من القدس وأسرتها انتقلت من القدس بعد أن سقطت القدس بأيدي الصالبيين هي تسمى أسرة المقادس الذين انتقلوا إلى صالحي الدمشق بعد سقوط القدس ولكن أسرة عظيمة كلها أهل فقه وأهل حديث ومنهم الإمام ابن قدامى المقدسي صاحب كتاب المُغني من هذه الأسرة فهذه فاطمة التي توفيت سنة ثمانمائة وثلاثة سمعت صحيح البُخاري كل من أوله إلى آخره على مُسند عصرها المعروف بإبن الحجار وكذلك لها أخت اسمها المُحدثة عائشة المقدسية الصالحية الحنبلية أيضاً سمعت صحيح البُخاري على مُسند عصرها ابن الحجار وتوفيت سنة ثمانمائة وستعش قال الحافظ ابن حجر وهو هذه فاطمة وعائشة الحافظ ابن حجر صاحب كتاب فتح الباري عندما رحل في طلب العلم وجاء إلى دمشق ممن درس وأخذ عنهن الحديث فاطمة وعائشة أخذ عنهن علماً كثيراً وقرأ عليهن كتباً كثيراً سجل في كتبه قال الحافظ ابن حجر ونزل الناس بموتها درجة يعني في الإسناد في جميع الآفاق يعني المُسند المُحدث عائشة المقدسية أصبح إسنادها أعلى إسناداً في الأرض بحيث لما ماتت نزل الإسناد درجة في العالم كله قلنا وقد قرأ الحافظ ابن حجر عليها وعلى أختها كثيراً من الكتب والأجزاء في رحلته إلى دمشق ومن يُطالع الكتب التي قرأها قرأها يتعجب يعني عشرات بل مئات الكتب والأجزاء قرأها وأخذها عن هاتين المُحدثتين وغيرها طبعاً من المُحدثات قال السخاوي في ترجمتها سماها مُسندة الدنيا هذه عائشة المقدسية عُمِّرت حتى تفرَّدت عن جل شيوخها بالسماع والإجازة وروت الكثير وأخذ عنها الأئمة فأكثر وكانت سهلة في الإسماع لينة الجانب حدَّثنا عنها خلق وهكذا إذن يعني هذه العالمة الجليلة التي روَت ما روَت مما سبق نجد أن المرأة قد ساهمت كثيراً بنقل الحديث وروايته والاعتناء به وكان لكثير منهن الفضل في علو السند والتفرَّد برواية كتبٍ كثيرة عالي كالبخاري ومسلم نقول جزى الله هؤلاء النسوة على ما بذلنا وقدَّمنا وسهرنا الليالي الطويلات في سبيل التلقي ثم الرواية بعد القرن العاشر نجد تراجعاً كبيراً لدور المرأة في خدمة الحديث ولم يسجل كبير حضور المرأة في خدمة الحديث وعلى سبيل المثال فإن دمشق التي كانت مركزاً مهماً لدور المرأة في الحديث النبوي الشريف لم نعثر إلا على عشر مسندات لهن مشاركة في رواية الحديث لكن في القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر بدأ نشاط المرأة في خدمة السنة في عددٍ من المراكز العلمية والجامعات وسأذكر بعض الأمثلة على ذلك المثال الأول هناك امرأةٌ مسندةٌ تسمى أبت الله بنت الشيخ عبدالغني الدهلوية المدنية هذه يعني عاشت في القرن الماضي الهجري في المدينة المنورة وتوفيت في سنة سبع وخمسين وثلاثمائة وألف يعني ما يقرب من أقل من مئة سنة مضى على وفاتها ما يقرب من ثمانين سنة وأبوها الإمام عبدالغني الدهلوية من كبار المحدثين هذه المرأة يروي عنها شيخنا الإمام مسند العصر محمد ياسين فاداني المكي هذا من شيوخ الذين أخذت عنهم العلم والحديث الذي توفي في مكة سنة ألف وأربعمائة وعشرة هو الإمام الشيخ المسند العصر الفاداني يروي عن المسند المعمر أيضاً الشيخة أمت الله بنت الشيخ عبدالغني الدهلوية وهي تروي عن والدها الشيخ عبدالغني الدهلوي وهو عن الشيخ محمد إسحاق الدهلوي وهو عن جده الشيخ عبدالعزيز الدهلوي وهذا كله سند علماء الهند رحمه الله تعالى عن والده شيخ الإسلام ولي الله الدهلوي عن أبي الطاهر الكوراني المدني عن عبدالله بن سالم البصري عن الإمام البابلي عن سالم السنهوري عن الإمام الغيطي عن الشيخ زكريا الأنصاري عن ابن حجر وابن حجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر معنى سنده قبل قليل المثال الثاني وهذا أعجب من الأول ممن عرف بالإسناد في هذا العصر أيضاً العالمة المسندة الشيخة الدكتورة عطية بنت الشيخ خليل حفيد الشيخ المحدث حسين بن محسن الأنصاري هذه الشيخة عطية جدها دزل للهند أصلها من اليمن جدها ثم سافر إلى الهند وأخذ عنه الإمام الصديق خان العالم المشهور ومن نسلها الدكتورة عطية توفيت رحمه الله قبل سنة أو أكثر ودفنت هنا في مقبرة الشارقة هذه ربما يعني بموتها أيضاً أنا أقول نزل الإسناد في الدنيا درجة كانت تعيش في دولة الإمارات ويعني هذه مفخرة عظيمة لدولة الإمارات التي عاشت على أرضها آخر مسندة في الدنيا التي تروي الحديث بأعلى إسناد في الأرض عاشت في دولة الإمارات ودفنت هنا في كما قلت في مقبرة الشارقة ويعني أنا لما ماتت ودفنت بعد ذلك أنا كنت في العمرة جئنا والحمد لله زرنا قبرها أنا وبنت لها وأولادها وترحمنا عليها نعم وهي أيضاً ممن أكرمني الله بالأخذ عنها وقد أجازت لي وعندي إجازتها بختمها رحمه الله تعالى وتباء يعني أروي أنا أقول أروي عن الأستاذ الشيخة عطية رحمها الله وجعل قبرها روضة من رياض الجنة نعم نعم تروي أنا أروي عنها وهي تروي عن الشيخ العلامة اللغوي عبد العزيز الميمني الهندي وهو يروي عن والد جدها العلامة المحدث الشيخ حسين بن محسن الأنصاري اليماني وهو عن الإمام محمد بن ناصر الحسني الحازمي عن المحدث عبد الرحمن الأهدل عن والدي سليمان الأهدل الزبيدي عن شيخ أحمد بن محمد بن شريف الأهدل عن عبد الله بن سالم البصري عن البابلي عن سالم السنهوري عن الغيطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجل العسقلاني والحافظ بن حجل العسقلاني سنده معروف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر أيضاً نجد هناك نهضة الآن في بعض الجامعات والمراكز العلمية بدأت المرأة تشتغل بالحديث كتابةً وروايةً والحمد لله رب العالمين وبلغني أيضاً الآن في دمشق قبل أكثر من عشرين ثلاثين سنة إلى اليوم هناك نهضة أيضاً عدد من نساء تحفظ صحيح البخاري ومسلم وكتب أخرى وقام بهذه النهضة أيضاً أحد علماء الحديث وهو فضيلة الشيخ الدكتور نور الدين عتر وفضيلة الشيخ محمد عجاج الخطيب وما شاء الله هناك نهضة حديثية بحفظ السنة ورواية كتبها والحمد لله رب العالمين نختم بالحديث عن المرأة والفقه وهذا موضوع طويل كبير جداً ومما يؤسف له أنه لم يأخذ حقه من الدرس الفقه المعاصر وسأكتفي بذكر إنموذجين هما مسك الختام الأول نذكر فيما يتعلق بفقيها متخصصة في الفقه الحنفي وهي الفقيها العالمة فاطمة بنت محمد بن أحمد السمرقندية الحلبية الحلبية التي عاشت مع والدها في حلب وقبرها ما زال معروفاً في مدينة حلب هي وزوجها الكاساني هذه المرأة فاطمة الفقيها فاطمة والدها اسمه علاء الدين سمرقندي من سمرقند المدينة المعروفة وعفواً هذه المرأة بنت صاحب كتاب تحفة الفقهاء وزوجة الإمام على الدين سمرقندي الكاساني صاحب كتاب بدائع الصناع بدائع الصناع من أعظم الكتب الفقهية بدائع الصناع هو شرح لكتاب تحفة الفقهاء فصاحب كتاب تحفة الفقهاء له تلميذ اسمه الكاساني درس عنده وبعد أن أكمل درسته زوجه بنته ولذلك شهر عندنا الآن عند الفقهاء يقال زوجه درسه وزوجه بنته وشرح كتابه ما شاء الله زوجه بنته وشرح كتابه وهذا الإمام الكاساني وزوجته فاطمة يقول جاء في ترجمة الفقهة فاطمة قال تفقهت بأبيها وكانت الفتوى عندما كانت تخرج من البيت عليها خطها وخط أبيها يعني موقعة من خط الأب والبنت ولما تزوجت بالكاساني صارت الفتوى تخرج من بيتها وعليها خطها وخط أبيها وخط زوجها وأن زوجها ربما كان يهم في الفتوى يخطئ فترده إلى الصواب وتعرف وجه الخطأ فيرجع إلى قولها يعني إذن كانت فقيها كبيرة جدا وقال أيضا وقد بلغنا عن بلاد ما وراء النهر بلاد ما وراء النهر اللي هي أذريبيجان وتركمانستان وهذه الدول التي استقلت قال كان في الغالب لا تخرج الفتوى من بيت إلا وعليه خط صاحب البيت وابنته أو امرأته أو أخته يعني هذا أيضا مما يسجل للمرأة أنها كانت فقيها كبيرة وننتقل أيضا إلى فقيها سنختم بها فقيها متخصصة في الفقه الحنبلي هذه تعد من تلميذات شيخ الإسلام ابن تيمية هي الشيخة المفتية الفقيها العالمة الزاهدة العابدة الواعظة فاطمة بنت عباس أم زينب البغدادية الحنبلية الدمشقية انتقلت إلى دمشق وتوفيت بالقاهرة يوم عرفة سنة أربع عشرة وسبعمائة قال المؤرخ الصفد في ترجمتها كانت تدري الفقه وغوامضه الدقيقة ومسائله العويصة وكان الإمام ابن تيمية رحمه الله يتعجب من علمها ويُثني على ذكائها وخشوعها وبكائها إن صلح بها جماعة نساء في دمشق وبصدقها في وعظها وتذكيرها وقناعتها تحولت بعد السبعمائة من الهجرة إلى مصر وانتفع بها في مصر من النساء جماعة وبعد صيطها يعني صار لها شهرة عظيمة وبدأ يعني وأُثني على ذكائها وخشوعها وبكائها وكانت تفقهت عند المقادسة في صالحية دمشق تفقهت بالشيخ شمس الدين اللي هو الفقه الحنبلي المعروف في الصالحية وغيره حكى لي غير واحد أن الشيخ تقييد دين ابن تيمية شيخ الإسلام قال بقي في نفسي منها شيء لأنها كانت تصعد المنبر بين النساء يعني لها منبر في مسجد دمشق يسمى جامع المظفري ما زال موجود في دمشق إلى اليوم هذا المسجد وما زال هذا المنبر موجود إلى اليوم أنا رأيته قال عندما كان في مجلس النساء تصعد المنبر في غير يوم الجمعة وتعظ النساء فالشيخ الإسلام عندما سمع هذا عنها يعني كان في نفسه شيء أنه كيف تصعد المنبر والمنبر للرجال قال وأردت أن أنهاها أنه يعني أنهاها عن هذا قال فنمت ليلة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عنها فقال امرأة صالحة شيخ الإسلام ابن تيمية يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ويقول تركها يعني بمعنى دعها فإنها صالحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحكي لي أيضا هذا المؤرخ يقول أنها بحثت مع عالم فقيهم من كبار فقاء عصرها يسمى الشيخ صدر الدين ابن الوكيع ابن الوكيل في مسائل في الحيض وراجت عليه يعني بمعنى أنها يعني علمها زاد على علم هذا الإمام الكبير ثم قالت له للشيخ صدر الدين قالت أنت تدري هذا علما وأنا أدريه علما وعملا فأيضا إذن هي فقيهة متخصصة بقضايا النساء وهذه رسالة للنساء أيضا أن المرأة إذا تفقهت نعم مطلوب من المرأة أن تتفقه ومطلوب أيضا أن تتخصص بقضايا التي تخص النساء من أمور الحيض والنفاس وما يتعلق بهن لأن النساء ستسأل وفي هذا العصر أنا أعلم فقيها كبيرة ما أدري هل هي في الحياة أم مات أم توفيت وهي بنت شيخنا الشيخ محمد السلقيني رحمه الله أحد كبار فقهاء مدينة حلب كان فقيها كبيرا في مدينة حلب وكانت له بنت أيضا درست عليه الفقه وكانت تدرس في الثنوية الشرعية في حلب وكانت مرجع النساء في مدينة حلب أي امرأة عندها سؤال لا سيما في الحيض والنفاس أو غيرها من المسائل كانت تسأل بنت شيخنا الشيخ محمد السلقيني وأخت شيخنا أيضا الشيخ الأستاذ إبراهيم السلقيني الذي كان مفتي لمدينة حلب وأيضا كان عميدا لكلية الدراسات العربية والإسلامية فترة قبل وفاته في مدينة دبي إذن أيضا هذه المرأة كانت يعني فقيها ولا سيما في مسائل النساء هناك مصنفات يعني اهتمت بتراجم المرأة كثيرة يعني كتب التراجم هناك فهارس المقطوطات أيضا كتب المشيخات كتب الأثبات أيضا التي فصلت عن المرأة وما إلى ذلك وهناك كتب مفردة يعني عن المرأة منها السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين لمحب الدين الطبري منها أعلام النساء لعمر رضا كحالة منها الدر المنثور في طبقات ربات الخدور للسيدة الزينب فواز العاملية من لبنان ومنها كتاب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء لياسين بن خير الله العمري ومنها شهيرات النساء في العالم الإسلامي لحسين قدرية ومنها عالمات بغداديات في العصر العباثي للدكتور ناجي معروف ومنها عناية النساء بالحديث النبوي صفحات مضيئة من حياة المحدثات حتى القرن الثالث عسل الهجري الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان ومنها كتاب جهود المرأة في رواية الحديث النبوي في القرن الثامن الهجري للشيخ صالح يوسف معتوق وهو مطبوع ومن أفضل الكتب وأمتع الكتب كتاب أعلام النساء الدمشقيات لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ والذي هو يقيم في هذه الدولة المباركة في دبي ويعمل في دائرة الشؤون الإسلامية وهو يعد من أكبر علماء يعني والمؤرخين لمدينة دمشق وأنا وصفته وأطلقت عليه وصف مؤرخ دمشق في هذا العصر له كتب كثيرة وكتابه أعلام النساء الدمشقيات من الكتب الجيدة المباركة في تاريخ المرأة المحدثة والفقيها والطبيبة وما إلى ذلك وهذا الكتاب مطبوع والحمد لله موجود نتائج البحث يعد عصر النبوة من القرون المتميزة التي برز فيها اهتمام النساء الصحابيات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه كان القرن الثامن الهجري من القرون المتميزة في خدمة المرأة للحديث النبوي وكانت بلاد الشام ولسيما مدينة دمشق ميداناً لهذه النهضة المباركة ولا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى هذه النهضة التي شارك فيها الرجال والنساء كباراً وصغاراً يلاحظ أن المقدسيين كان لهم دورٌ بارز في هذه النهضة الحديثية المباركة فقد هاجر كثيرٌ منهم إلى دمشق بعد احتلال الصليبيين لبيت المقدس فكانت هجرةً مباركة رفعت من شأن البلاد والعباد في خدمة الدين والحديث الشريف يعني لم يكن هجرة للضياع وإنما كانت نعم أقبل على العلم والحديث والفقه وكانت مدينة الصالحية في جبل قاسيون مركزًا لهذه النهضة الفقهية الحديثية قرون متعددة بسبب المقادسة الذين هاجروا من القدس إلى دمشق ويكفي هذه المدينة المدينة الصالحية في قاسيون شرفًا أنها أخرجت وخرجت عالماً عظيماً هو الإمام الموفق بن قدامى صاحب أعظم كتاب في الفقه الحنبلي وهو كتاب المغني الذي يعد مرجعًا بالفقه للحنبلي من يوم أن ألفه صاحب إلى يومنا هذا أيضًا يلاحظ يعني أنا من خلال قراءتي وقد مررت على عدد كبير من تاريخ المحدثات في تاريخنا الإسلامي رأيت أن تشجيع الأسرة بكل أفرادها كان لها الأثر الكبير في هذه النهضة وأي نهضة حديثية في تاريخنا فأكثر المشتغلات بالحديث النبوي الشريف هن بنات محدثين أو زوجاتهم أو أقاربهم القريبين أو البعيدين وهذه نقطة يجب أن ننتبه لها يعني هذه المحدثة عندما نقرأ تاريخها نعم ما الذي جعلها محدثة؟ هو والدها الذي اعتنى بها وهي صغيرة فأسمعها على العلماء وأخذها إلى مجالس الحديث وإلى مجالس الفقه أو غير ذلك من العلوم إذن تشجيع الأسرة له دورٌ كبير في ما نرتجي من نهضة جديدة للمرأة في الحديث النبوي الشريف يعني الآن نحن في البيوت لو كل أسرة جعلت درساً للحديث النبوي الشريف والآن ما شاء الله يعني كان قبل يرحلون من بلد إلى بلد ويكتبون من أجل أن يرووا ويحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم السنة قد دوينت في كتب رياض الصالحين للإمام النووي كتاب الأربعين النووية كتاب البخاري كتاب مسلم أبو داوود كلها كتب مطبوعة ومضبوطة بالشكل فلو أن الأسر كل أسرة أخذت رياض الصالحين على سبيل المثال وقرأت في كل يوم ولو حديث حديثين وعملت الأسرة على حفظ هذه الأحاديث في السنة كم سيكون لنا؟ أكثر من ثلاثمائة وستين حديث وهكذا يكون إذن الحفظ وهكذا يكون مراجعة الحديث النبوي الشريف وهكذا أيضاً يعني اليوم هذا المنتدى جزى الله القائمين عليه خير أيضاً عنده ما شاء الله يعني فعاليات فيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجد أيضاً مراكز هذه الإمارة إمارة الشارقة المباركة فيها ما شاء الله مساجد ومراكز تهتم بكتاب الله وتهتم حفظاً وتلاوة وتهتم أيضاً بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط نحتاج كما قلت تشجيع ونحتاج أيضاً يعني اهتمام وتعرف يعني ربما كثير للنساء لا يعلمن بأن هناك مراكز لتحفيظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف فلو علمنا وتابعنا هذا الأمر في هذه المراكز والمساجد وهي منتشرة جداً في هذه الدولة المباركة حفظها الله وسلمها نعم فقط لو أنهم تداركوا أمرهم فإن العمر يمضي فإذا التفتنا إلى هذا الجانب سيكون بعد سنوات عندنا حافظات لكتاب الله وحافظات لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك لا تسأل عن البركة وعن الخير العظيم وعن البركات التي ستعود على هذا الإنسان وعلى المرأة وعلى أولادها وعلى أسرتها وعلى بلدها البلاد ستحفظ نعم من الفتن ومن الفساد بسبب حفظ كتاب الله وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عندنا قاعدة في التربية هذه القاعدة نعرفها كلنا يقول علماء التربية ونفسك إن لم تشغلها إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر أولادنا بناتنا إن لم نعتني بهم حفظاً لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سينشغلنا بأمورٍ أخرى وسنخسر الخسارة الكبرى بينما لو ارتبطنا لا سيما النساء أقول لو ارتبطنا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حفظاً وعملاً وتطبيقاً سيعود ذلك بالخير الكبير على بلادنا وأسرنا وأنفسنا وكما مر معنا يعني محدث كبير كان من بركاتها ونفعها وهي زينب بن تمكي الحرانية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ملأ علم الآفاق ملأ الدنيا وهو كما قل تلميذ من تلميذات هذه المحدثات الكبيرات بهذا نكتفي بهذا القدر هناك نماذج كثيرة موجودة عندي لكن يعني نماذج من رواية النساء للحديث الشراء الشريف عدد كبير من هذه لكن سنكتفي أظن بهذا القدر أشكركم وأشكر حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الختام نشكر الدكتور عبد السميع على ما تحفن به من الفواد وما أثاره في هذه المحاضرة ونشكركم أيها الحضور الكريم على حسن استماعكم وحرصكم على العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر